اشتركوا في القناة تخطيط كشفت العمل حالي عن وجود نحو سبعة ملايين سيارة في العراق تابعة للقطاع الخاص فقط اعاد السيارات الحكومية والدراجات الهوائية والستوتات والتكاتك بينما هناك اكثر من مئة الف مركبة غير مسجلة في دائرة المرور الشمارع التي لم تتغير بما يتناسب مع حجم الزيادة السكانية واعداد السيارات ومع التغسير الحكومي الواضح لاجاد حل جذري لحوادث المرور اسباب قال خبراء انها فاقمت حوادث المرور الى جانب حلول ترقيعية وضعتها حكومات متعاقبة الجهاز المركزي للاحصاء التابع لوزارة التخطيط كشف عن وفاة الفين وثمانمائة وثمانية وعشرين قتيلا من الذكور والفين وثلاثمائة وخبسة قتلى من الاناث من مجموع وفيات المرور الكلية العام الماضي مسجلا لارتفاع مقداره واحدا وثلاثين فاصل اربعة بالمئة مقارنة بعم الفين وعشرين حيث وقع قرابة ثمانمائة وسبعة وثلاثين حادثا بسبب المركبة وبسبب الطريق ستمائة وتسعة وأربعين حادثا وبسبب المشات ستمائة وستة وثلاثين حادثا بمعدل اثنين وعشرين حادثا مروريا في اليوم الواحد وبحسب احصاء لوزارة الصحة العراقية فان مئة الف عراقي قتلوا واصيبوا خلال عشر سنوات فقط تمتد من الفين وثمانية وحتى الفين وثمانية عشر وزارة التخطيط دقت نقص الخطر ايضا فيما يتعلق بمستقبل استيراد المركبات في العراق ففي اخر احصاءاتها توقعت ان يصل عدد المركبات الى خمسة عشر مليون سيارة بحلول عام الفين وخمسة وثلاثين وهذا العدد الكبير وغير المسيطر عليه فتح بابا للخراب المستفحل من ناحية الطرق وعدم تحديثها وعدم بناء مدن جديد يمكن ان تستوعب هذه الملايين من السيارات بالاضافة الى ان مدن البلاد وعلى تصميمها القديم صممت ربما لمئات الاف السيارات فقط اشتركوا في القناة